أهلا بكم من جديد صباح الخير لكل المشاهدين في هذه الفقرة تحدث وقررنا بإدارة البرنامج أن يكون في عنا فقرة ثابتة مستضيف فيها كوادر من الدفاع المدني حتى يحكونا عن أخطار مختلفة قد تصيبنا داخل بيوتنا في الشارع في أماكن مختلفة ولأسباب أيضا مختلفة أنا شخصيا بستفيد كثير من المعلومات اللي عم بقدموها كوادر الدفاع المدني في هذه الفقرة وبتمنى أنتوا كمان أيضا تستفيدوا من المعلومات اللي رح نقدم لكم إياها من خلال ملازم نور العبادي من الدفاع المدني ورح تحكينا اليوم عن أخطار الكهرباء زي ما قلنا الكهرباء نعمة أكيد ومش عم نقدر نتخيل حياتنا من غير كهرباء ولكن يعني كل شيء هو عبارة عن سلاح ذو حدين إذا ما سخدم بطريقة خاطئة نور صباح الخير وأنا بقول نور نورها طفة على ضو الكهرباء يعني دايما هيك حلاوتها وشطارتها تعطينا كثير من النور والجمال أهلا وسهلا فيكي نور صباح الخير سيد سامر صباح الخير لكل اللي عم مشاهدونا إن شاء الله صباح خير بعيد عن الحوادث وآمن بإذن الله نحكي إن شاء الله صباح بيكون مميز وبخاصة بأن في فصل الصيف يعني مناسبات يعني تخدام كهرباء بشكل كبير هلأ مناسبات وتخريجات ونحكي وأعرس وغيرها من الاجتماعات اللي بتصير وأكيد تمديد الكهرباء فيها رح يكون بشكل كبير سواء كان لإضاءة أو للموسيقى أو لغيرها من الاستخدامات حوادث الكهرباء كثير سمر أسبابها متعددة قد تعود أسبابها بداية إلى سوء التمديدات الكهربائية داخل المنازل أو داخل الأماكن رح نحكي عنها كمان شوي بالتفصيل أيضا السبب الثاني ممكن يكون إهمال ونحكي سوء استخدام وعبث أطفال السبب الثالث أيضا سيكون ممكن إهمال لصيانة اللي هي الصيانة الدورية سواء كان لتمديدات لداخل المنزل أو خارج المنزل اللي هي بتكون موصولة بعداد الكهرباء تمام إذن يعني في عدة أسباب أكيد وطبيعة الحوادث عادة اللي بتصير نور نتيجة الاستخدام الخاطئ للكهرباء شو عادة أنتم بتتعاملوا مع أي نوع من أنواع الحوادث الكهرباء إذا نحكي عن السبب الأول هو كان بسبب تمديدات الكهرباء كثير من سيدات أو نحكي أصحاب المنازل الأباء يعني بيقوم بعمليات خاطئة في تمديد الوصلات الكهربائية سواء كان داخل المنزل يعني إذا كان مباشر عفوا استخدامهم بالنسبة مثلا للتلفزيون أو بالنسبة لأي جهاز كهربائي آخر أو أنه توصيله من غرفة لغرفة القيام بتمديد أسلاك كهربائية من غرفة لغرفة بتعرف إذا رح تحتك في الباب أو إنها رح تكون تحت السجادة يعني احتكاك مستمر سواء من نحكي حركة الأطفال أو حركة قاطنين المنزل أو من مادة السجادة نفسها طبعا وجود الماء هذا خطر آخر كمان نحكي الاحتكاك المستمر أيضا نوع المواد المستخدمة على هذه التمديدات الكهربائية إلا ما تكون مثلا موجودة بطريقة صحيحة أو بتيوبات نحكي معتمدة المواد البلاستيكية اللي بتكون مستخدمة بتكون عرضة للتلف بشكل كبير وبخاصة إذا كانت نحكي المادة المستخدمة رديئة وللأسف يعني أنه كثير في ناس بالتمديدات الكهربائية سواء كانت وصلة كهرباء أو القابس نفسه فبيستخدم نحكي مواد رخيصة للأسف ممكن أنه سعر ما يتعدى ثمن قليل أنا بس بدي أقول أنه مؤسسة المواصفات والمقاييس كمان يريد تكون عندها رقابة مشددة على الإصاصل العلاقة بالكهرباء يعني ما تسمح أصلا بوجود أي شيء رديء أو يعرض حياة الناس الخطر من تمديدات كهربائية أو وصلات أو غيرها يعني هذا كمان مسؤولية تانية أو موضوع تاني ممكن نحكي عنه بحلقات تانية مع مسؤولية بالنسبة لهذا الموضوع دائما نركز بصراحة أنا كسيدة بدي أشتري أي مادة بيكون على ظهر المادة المستخدمة سواء كانت لعبة سواء كان مادة كهربائية أي شيء حتى ملابس عفوا ألعاب للأطفال أو غيرها من المواد بيكون في عنا إشارة سيئي إنها معتمدة من وزارة مؤسس المواصلات المقاييس إذن هي مستخدم آمن هذا بنطبق على الأجهزة الكهربائية والتمديدات وكل هاي بالضبط لما نحكي كمان أخت سمر عن موضوع الصيانة الدورية بتكون صيانة الدورية لا المواد اللي فيها تيار كهربائي زي مثلا الخلاط التلفزيون شاحن الكهرباء اللي أنا بستخدمه سواء كان شاحن لابتوب أو شاحن موبايل هاي المواد لازم نعملها صيانة بشكل كبير وأيضا التمديدات الكهربائية داخل المنزل في موضوع كثير مهم سمر إحنا ما نحكي عن الكهرباء هلأ ليش إحنا موجود عندنا نحكي عداد الكهرباء داخل المنزل أو القاطع داخل الكهرباء اللي هو بيكون موجود بيفصل أتمة كلي إذا صار عندنا شرط كهرباء موجود لسبب مهم أنه ينظم الكهرباء داخل المنزل بحيث يستوعب نحكي الطاقة اللي بيستخدمها هذا المنزل بالأجهزة الكهربائية الموجودة فللأسف بيصير ناس أنه مثلا في عملية منشاء جديد فبقوموا بتمديد الكهرباء من عمود رئيسي أو غيره بطرق احتيارية وهذا اللي بيصير للأسف كمان بالمناسبات أنه صعب أنه يمد للبيت داخل المنزل بيصير فيه مناسب في مد من عمود الكهرباء بشكل هذا طبعا هو أكيد شيء مخالف ولكن الخطر الأكبر أنك أنت تعطي لود كبير لهاي اللمبات المستخدمة داخل المنزل وأيضا بتعمل لود كبير للمصابيح أو الأشياء المدد عليها وهذا بشكل خطورة كبيرة كمان المصابيح هاي إذا بتشوفيها بتشوفي أن المصابيح موجودة وفيه بجنبها زي زينة مثلاثات أو بشكل ألوان مختلفة ملامسة الحرارة لهاي المواد اللي بتكون على الأقل بلاستيكية أو إجماش خفيف رح يكون رح تعمل عندنا حريق قد يعني يكون للأسف بقرب المناسبة من فرح لا ترح كثير تعاملنا مع هيك حدثوا لحرج أنه أنتو تعاملتوا كثير مع هيك تفاصيل صحيح صحيح وبخاصة أنه بتعرف أنتي كمان حتى هاي نحكي الأماكن بيصير فيها بيكون بشكل يعني خارج المزل بتكون عبارة عن خيم مصنوعة من أقمشة خفيفة أو يوت شعر وكلها موصلة للتيار الكهربائي بشكل سريع حوادث الكهرباء أهم المخاطر بيصير عنها ممكن لا سمح الله زي ما حكينا الحرائق ممكن يصير عنها انفجارات طبعا انفجار بيكون بتوافف غاز إذا كان عندي تسريب غاز داخل منزل مثلا أو مكان محصور بسبارك أو بيسميها شعلة اللي هي بتصير إذا بتشوفي إحنا كمان صغار كنا نشوف أخت سمر لما تطفي الكهرباء أو تفتحيها بالليل أش بتشوفي ضو أزرق هذا ضو الأزرق اللي إحنا بيسميه بشكل ممسط أي شو هو السبارك اللي بتصير هاي هي شو علي ممكن أن تتعمل عنها حريق متدلق انفجار لا سمح الله داخل المنزل وبخاصة أنه مكان محصور مكان صغير بتسرب للغاز كمان خطر كتير مهم اللي هو السعقة الكهربائية هذا يعني كتير بتعرضوا لناس خصوص الأطفال صحيح يعني شو ممكن تحكي لنا عن موضوع السعقة الكهربائية الآن السعقة الكهربائية بيصير من سببين يا هو بيكون سبب تلامس مباشر مع سلك الكهرباء أنك تكون يعني واصل السلك الكهرباء بيكون معرّة معرّة أو أنك تستخدمي جهاز كهربائي بيكون فيه خلل ممكن تشميله ريحة أو تسمعي طالين عند استخدامه أو أنه الجهاز ما فيه صيانة من خطر طويلة بالعادة الغسلات لازم يندبول الغسلات وهذه المعدات فيها إشي كتير حلو وخاصة الحديثة أنه فيها شيء اسمه منصهر هذا المنصهر إذا صار عندنا أي خلل بالجهاز هو اللي بيعمل عملية أنه يعني بالضبط أنه هو بيتلف أولاً بعدين بيتلف الجهاز السعقة الكهربائية بتصير أنه مرور تيار كهربائي للجسم بشكل كبير وأيضاً نحكي ممكن أدي للوفاء هلأ إيش الأشياء اللي بتحد أنه لا سمح الله ممكن أنا أتعرض لسعقة كهربائية ولا سمح الله أنت ولكن أش بيصير بدرجات متفاوتة نوع الجلد سمر بيتحكم لأي درجة ممكن أنا أنضر من السعقة الكهربائية في أدين من نوع البشرق بسرعة وهي بشرة بنسميها رطبة وفي بشرة بتكون جافة مين الأحسن؟ طبعاً البشرة الجافة هي ما رح تستوعب الكهرباء أو بشكل أسرع زي البشرة الرطبة هاي أول السبب الثاني كمان يعني قابلية الجسم للتيار الكهربائي وأنه ممكن أنه يستقبل تيار بشكل أكبر أيضاً نوع التيار ونحكي كميته اللي وصله للجسم وأيضاً نحكي إذا كان الجسم زي ما حكينا مبلول مش يكون نفسه ممكن يكون موجود مياه ممكن على الأرض إذا ستة البيت قاعدة بتشطف أو غيره نور السؤال معلش أحنا وقتنا انتهى وإحنا إن شاء الله رح نكمل بحلقات مقبلة الشواحن اللي دائمة الاتصال بالكهرباء أنت بتعرف إحنا منشيل مثلاً موبايل عن الشاحن بس بيضلي الشاحن بالكهرباء بتنصحوا أو ما بتنصحوا خطورة أو ما في خطورة بالنسبة للشاحن بالنسبة للشاحن بالنسبة لأبريز الكهرباء بنصح أنا كل الناس لسه بعمروا بيوتهم أو إنهم بيستخدموا إنه تكون هاي الأبريز أولاً عالية عالية إذا كانت تواطئة إنها تكون مغطاة بمقابس بتكون خاصة أو عفواً يعني سددات بلاستيكية شاحن الكهرباء كتير خطأ أختمر إنه يكون موصول بشكل تامل لو طفل إيجي حطه بفمه بتعرف الأطفال في خاصة المرحلة من 2 إلى 3 سنين أو لخمسة سنين مرحلة الفمية إحنا بسميها للطفل ممكن إنه يحط الشاحن بفمه فأكيد رح يصير من السوائل بشكل كبير مرات بترتفع حرارة الشاحن نفسه هلأ أنا أحب أذكر إحصائية زودت فيها في المدرية العامة بالتعاون مع المكتب الصحفي عندنا في إدارة الإعلام إنه خلال نحكي النصف الأول من هذا العام 2016 صار عندنا 13 عفوا أنت موادث بين السوائل الكهربائية أو من التعامل مع الكهرباء نتج عنها 13 وفاة هذا العدد كبير أنا أتمنى إن شاء الله أن نستكمل حديثنا بالمرات القادمة عن مخاطر أخرى وممكن نحكي كمان أكثر عن الكهرباء إذا لازم الملازم نور العبادية دفاع المدني شكرا جزيلا لك بعد الفاصل فقرة جديدة استنونا